موسيقى السلام عليكم خلال الفيديو السابق كنا نرى مضاعفات والقواسيم موسيقى كنا نرى مضاعفات والقواسيم العدد الصحي الطبيعي كنا نرى تحديد المضاعف المشترك الأصغر كما نعني بها القاسم المشترك الأكبر تحديد المضاعف الزوجية والفردية وتعرف الأعداد الأولية ثم نرى قابلية القسمة على 2 3 4 5 6 9 كما نرى 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 فهو كما نرى كما نرى كما نرى هل تقبل القسمة على اثنان على ثلاثة على اربعة على خمسة وستة وتتعة بمعنى سنحاول ان ندير هذا الهدف هذا هو اللغن الضوبي مزيد عادتان كن نأخذ مثلا العدد الاول 536 وخصني انا نشوف هل يقبل القسمة على اثنان شنو معناها يعني انا الي قسمت على اثنان خاص الباقي بقالية سيفر نحن نرى طريقة عوض من ندير مثلا قسمة ونشوفها الباقي والسافر ولا لا لقى واحد بعض الطرق التي تسهل علينا هذا الامر انني كيفاش نلقى مثلا كيفاش نعرف العدد هل يقبل القسمة على اثنان او لا كيفاش ندرني هل يقبل القسمة على ثلاثة هذا الشرك ندرناه كما قلت في الدرس السابق ولا ضرر ان ندير واحد شوية ذات التذكير بسرعة قلنا ان العدد يقبل القسمة على اثنان اذا كان رقم وحدته سيفر اثنان اربعة ستة تمانية اذا بدأوا بهذا خاصنا يقلنا رقم الوحدات يكون سيفر ولا جوج ولا أربعة ولا ستة ولا ثمانية اذا كان ستة مزيان اذا هذا يقبل القسمة على اثنان اذا تنكتبو هنا خمسمة وستة وثلاثين سيفر اثنان اذا تحتوي قسمة على اثنان العدد الثالث 810 يقبل قسمة على اثنان العدد الرابع فيه واحد لا لا يقبل قسمة على اثنان ستة يقبل قسمة على اثنان خمسة لا سيفر اثنان من خلال هذا الاعداد قمت بتحديد صفر جوج ستة ستة يقبل قسمة على اثنان بالنسبة للقسمة على ثلاثة كيف نقوم بتحديده قسمة على ثلاثة اذا كان مجموعة ارقامه من مضاعفات ثلاثة يعني نجمع ارقامه ستة وثلاثة تسعود سعود زائد خمسة ياربعطاش اربعطاش ليست من مضاعفات ثلاثة اذا لا سبعة وجوجة سعود والثعودية ثمنتاش من مضاعفات ثلاثة اذا نكتب تسانية واثنين و سبعين ثمانية واحد سعود اذا كنت تبع مضاعفات ثلاثة سعود وجوجة حداش و واحدية اثناش تناش من مضاعفات ثلاثة ستة وثلاثة تسعود اربعة تلتاش لا خمسة واحد ستة اربعة عشر الأسفل هاذا ما الذي سيعطيه من مضاعفات الثلاثة نقوم بعمل عدد 5 لأنه أسهل 5 كيف نفعله؟ نقوم بعمل 5 يجب أن الوحد يكون 0 أو 5 لذلك يوجد 6 لا جوج لا 0 نقوم بعمل 5 1 لا 6 لا 415 صافة؟ نقوم بعمل 9 كيف نفعله؟ يجب أن نعود 2 نفعل 3 نجمع الأرقام يجب أن يكون المضاعفة 9 نقوم بعمل 9 إذا كان مجموعة أرقامه هي من المضاعفة 9 تقوم بعمل 5 3 9 5 14 7 9 18 من المضاعفة 9 يتكتبون 972 8 1 إذا من المضاعفة 9 إذا يتكتبون 9 10 اذا يقبل قسم المرأة من مضاعفة 3 أو ليس مضاعفة 9 9 10 13 لا نجد عشر إذا أنه هو الله دعونا نجد على 6 لكي يقبل قسم المرأة على 6 سيكون قسم المرأة على 2 وعلى 3 سوف نرى ثم يقبل قسم المرأة على 2 وعلى 3 لذلك سوف يقبل قسم المرأة على 2 أو 3 يعني لم يستشرك بينهم 539 لن يقبلنا ولكن 972 هذا يقبل القسم على اثنان ويقبل القسم على ثلاثة وبالتالي سوف نكتبه هنا سامية وثنين وسبعين 810 أيضا كانت 810 هنا وكانت هنا فهو يقبل القسم على ستة 430 ما كنا نشهنا 921 ما كنا نشهنا هذا الجوج هم اللي كينين عندنا في الجوج قابل القسم على اثنان وعلى ثلاثة بل ست droحة ونجهنا ونجه رقم وحداته ومكونا من عشراته بمعنى كيف سترى نقضي 36 ونجه نرى 36 مضاعفات 4 أولا اخرى أخرى نجهر هذه والثانة سترى 36 مضاعفات 4 وأخبرناها ١٢٠ والسيء ١٢٠ أو ١٢ ويقوم بتنزيل هذه الحالة ٤٨ والدرس ١٢ ١٥ ١٢ ١٠ حول ١ ١٢ 21 21 21 21 21 لا 36 هيا قلنا اهنا اذا تايرها كينا اذا قلنا اربعة 436 15 15 لا اذا هم اللي كيقبلوا القسم على اربعة كي قلنا نشوف غير رقم الوحدات والعشرات يعني ذاكش الاخر ما نشوفه صافي نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هالدرس هذا نشوف العدد هل يقبل قسم على اثنان على ثلاثة على اربعة على خمسة ستة تسعة وهذا القواعد الذي قلت لكم هنا رخصهم يتحفظون سوف نتمنى قبل قسم على اثنان على ثلاثة على خمسة تسعة أربعة ستة تسعة اذا هذو قواعد رخصكم تشدوهم جيدا ندازل التمرين الموالي ثاني وحدد المضاعف المشترك الأصغر للاعددين ثلاثة وثبعة كنقول المضاعف المشترك المضاعف المشترك الأصغر بمعنى خصني ثلاثة نقلب على ما هما مضاعفة ثلاثة وما هما مضاعفة ثبعة لاحظوا معي كيف نقوم بعمل هذي نجيه هنا مثلا نكتبهم نقطع قصر ثلاثة خاصة ايضة 3 ثلاثة ايضا سنقوم بتأكيد المضاعفات 7 أكتب إليها 7 في صفر 17 في صفر 28 أحضر سأجينا 7 و 14 21 21 كينا هذا هذا يسمى مضاعف مشترك معنى مشترك يعني كينا عن 3 و كينا عن 7 هذا هو معنى مضاعف مشترك سوف نقوم بإضافة قضية أخرى وأنا إذا كمّلت مثلا نكمل 33 36 30 نكمل 28 35 35 42 42 46 53 73 77 74 84 80 نكمل هنا نكمل 42 42 42 هذا يسمى مضاعف مشترك 3 نحن مضاعف من المضاعف فهي نجد مضاعف وكثير من المشترك وكثير من المضاعف وكثير من المضاعف أقول لك المضاعف المشترك الأصغر ليس جدا هؤلاء السفر و هنا ما نرد صف الإصلاح واحد وعشره صافة هذه هي الطريقة لكي تجد المضاعف المشترك الأصغر لعددين مما يجدون تثلاثة الأعداد تقلب مثلا العدد الأول، العدد الثاني، العدد الثالث و ترى مين هو المضاعف المشترك الأول الذي ستجد المشترك معهم كامل بالنسبة للمضاعفات مزيئا سأحدد القاسم المشترك الأكبر لعددين 25 و 30 و أعطيتكم في الدرس السابق فأناك إذا أدتنا نضع القاسم المشترك سأحدد القاسم المشترك و أحدد قواسم 25 و 30 و أعطيتكم في الدرس السابق قلت لكم واحد طريقة سهلة إذا أضبطت تهر قواسم المشترك و لن تنسى شيئا في المثال 12 قلت لكم مثلا 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 ساوب مستطيل مكون 12 الخنام قلنا إما نضع 1 في 12 أو جوج 6 أو 3 في 4 هذا كلهم يعطوني 12 إذا هما قواسم العدد 12 و 12 هما 1 و 3 و 4 و 6 و 12 حتى نأخذ شيئا عدد آخر لا يمكن أن نقلب كل مرة أخذني فينا هما مستطيل سوف يعطيني هذا العدد للخانة هنا قضية قد تكون صعيبة سيرتو أنا أو كان طالبين مني مثلا بحل هنا بحل التمرين هذا سوف أكمل كتابة جميع قواسم العدد 36 في ترتيب تزايدي بمعنى بغنى قواسم العدد 36 96 و لا يمكنكم أن تقلب تلك المستطيل و كيف سوف تقوم بغنى قواسم العدد 36 يجب أن تقوم بغنى قواسم العدد 36 هذا قد تقوم بغنى قد تضبطوا هذه الطريقة التي أردتكم سوف يتمكنكم من إجاهة جميع قواسم أي عدد كما يكون فقد قمنا بغنى 25 و 30 إذا نقوم بغنى 25 إذا سنكتب 25 و نجغل ما نقول نقول هذا كم شيء بالترتيب لا يمكنك من أحد لأنه لا يعني أن يقول 25 و نقسم على واحدة سوف أعطينا 25 لأننا نظر في نفس الدوار إذا كم دون من جوج 25 هل تقبل قسم على 2 إلا لدينا نفل وحدات 5 لا تقبل قسم على 2 على 3 5 سائد جوج 7 لا تقبل قسم على 3 على 4 لا على 5 إذا كنت كتب 5 لدينا فرق من الوحدات 5 خمسة نقوم بقسم على 5 من الوحدة و نعطي فرق من الوحدة من الوحدة نقول هل تقبل قسم على 2 لا على 3 لا على 4 لا على 5 يعني 3 نوع من الوحدة و الوحدة و هو موصد كم حدث و هو و الوحدة و الوحدة هذا الخط رأي مهم جدا لا تلاحظوا لماذا مهم جدا كم هذا الخط بالأولاني ونرى ما لديه هنا نضرب خمسة في هذا واحد خمسة في واحد خمسة في واحد حسنا كمّلت مع خمسة نزل خمسة الثانية ما لديه هنا عندي واحد وخمسة نضرب خمسة في واحد لا معنى أننا نكتب على خمسة ونضرب خمسة في واحد نضرب خمسة وعشرين ما هي قوسم خمسة وعشرين قوسم العدد مع خمسة وعشرين وهي واحد خمسة وعشرين ي algunos لدينا chef выбamt خلالة الان خمسة وعشرين خلال活 نضرب على ثلاثين 30 تقبل قسمة على 2 إذا قسمت على جوج ستعطيني 15 على 2 لا على 3 إذا إذا كانت 6 تقبل قسمة على 3 إذا قسمت على 3 ستعطيني 5 15 تقسم على 3 5 عدتني لا تقبل قسمة لا على 2 3 4 لقد قسمت على 5 إذا ما يكون هنا هو 1 سأصل 1 سأخذها على أرقام هذا 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 نتكلم على 3 3 5 ونقام الخط ونقام فيه ونقام هنا ونقام هنا ونقام الثاني بالأول الجوج في 1 هي جوج نقام الثاني 3 1 انه من 3 3 أعود 6 انظر اذا ونقوم بتنبغي 5 اخلط لدي قوام 5 9 5 5 5 6 30 انه ما هي قواسيم ؟ الى 30 سوف يبدأ هذه الأسئلة هذه الأسئلة 1 1 1 3 5 6 10 15 30 بقيت قواسم العدد 30 حدد قواسم العدد 25 حدد قواسم العدد 30 بحاول الموقف كيف شهر لأن الجواس respond بمشتركة وهذا مشترك hots هل نريد إنساني边 مااني سحصل للقواس المشترك أو أيضًا ذو ثلاثٍ لم يعيش و إنسان 5 مع مبيم هو شهر س 6 يعيش مثل16 أحسر مبيم أو 15 personne و 3 و 25 إذن elimin يقاموا الثالثهم بمبيم و إنساء الخاص الش enfrent الكبير هو 5 إذن أمن نقول في الجواب القاسم لم يشارك لأكبر للعدادين هو خمسة ما هي الأعداد الزوجية والفردية والأولية من بين الأعداد التالية ركت لكم ديكننار شنو كنعني بالأعداد الزوجية هي الأعداد التي تقبل القسم على إثنان ومتى تقبل القسم على إثنان إذا كان رقم وحدتها إما سيفرجوه ربعة ستة ثمانية هذو قواعيد رخص ضروري نكون حافظهم رغم قدائما يحتاجون أربعة عشر عنده في الوحدات ربعة إذا زوجي ثلاثة لا ستة إية زوجي سعود لا واحدة عشرين لا تلتاش لا إذا هجو جمالي أرقام زوجية أجلت لكم ديكننار على الفردية إذا ما كان زوجي أي عدد ماشي زوجي فهو فردي بمعنى غاد يلقى في الوحدات ديوله إما ثلاثة خمسة سبعة تسعود واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعود هنا عندي الوحدات فيه ثلاثة إذا فردي هذا ستكتبنا هنا إذا ما يمكنك تكتبه هنا تسعود واحد وعشرين في الوحدة واحد ونثلاثة ثلاثة فرمائة صافين مازين اشتدى الزوجي هو الضد الضد الفردي داك اللي ماشي زوجي فهو فردي واللي ماشي فردي روى زوجي صافين هذا يبين بنسبة لأعداد الأولي حاجة أخرى كنا نأخذ مثلا ربعتاش أشكت لكم ديكننار كقاعدة العدد الأولي هو العدد الذي لا يقبل القسم إلا على نفسه يكون العدد صحيح أوليا إذا كان له قاسمان فقط هما العدد واحد والعدد نفسه يعني كيقبل القسم على رأسه بحده صافي مثلا ناخده 14 14 تقبل القسم على 2 بمعنى أن هذا ليس بأولي ثلاثة كيقبل القسم على حاجة أخرى كيقبل القسم أيضا على اثنان إذا كان ليس بعدد أولي كيقبل القسم على اثنان لا يقبل القسم على نفسه فقط بل يقبل القسم أيضا على ثلاثة هل يقبل القسم على أربعة هل يقبل القسم على أربعة على خمسة لا سبعة لا حسنين نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هذه الطبقة نستطر little bit after Ende ونرى بعض الأمثلة لبعض المسائل أراد أطفال قسمين الخامس والسادس البالغ عددهم 120 توزع على مجموعات من خمسة ستة سبعة أو تسعة أفراد لإنجاز أنشطة موازية ما هو العدد المناسب الذي سيتم اختياره لتشكيل أقل عدد من المجموعات مع إتاحة الفرصة لكل طفل أو طفل الإنخراط في إحدى المجموعات نحن لم يجد هذه المناسبية فإن نقصد بجموعات 210 نحن نقصد بجموعات أقل عدد من المجموعات مجدد طفل الإنسان على قسمين الخامسة بجموعاتنا نقصد بجموعات نقصة موازية في المناسب وإن نقصد بجموعات 5 وعلى قسمة قسمين الخامسة في المناسب لدي 21 شحافة من 5 في 4 إيه 20 سوف نقص بقالية 1 ونزل 10 شحافة من 5 وفيها 2 و2 في 5 إيه 10 سوف نقص بقالية 0 إذا أعطي 2 مجموعة لدينا 5 أفراد سوف نقص بقالية 42 مجموعة نخذ مثالين وثالين ولدينا 6 أفراد ونقص بقالية 3 نقص فقط 2 مجموعة الدنيا 360 والدنيا عدد URL وانتظر 600 في الانتعد 30 شحافة ستة أفراد ويعطينا شحال 35 مجموهة ستة أفراد ويعطينا شحال 35 مجموهة ستة أفراد ويعطينا شحال 30 مجموهة ستة أفراد ويعطينا شحال 30 مجموهة ستة أفراد ويعطينا شحال 30 مجموهة ولكن مع ذلك نبحث عن تشكيل أقل عدد من المجموهة ستة أفراد ويعطينا شحال 30 مجموهة ستة أفراد ويعطينا شحال 30 مجموهة ستحفل 1 مجموهة سيكون أفراد ويعطينا شحال 30 مجموهة ستحفل 3 مجموهة ستحفل 3 مجموهة إذا أردت تسعة أفراد سأعطي 23 مجموحة الإشكال سيشيطني ثلاثة أطفال لذلك لا أقوم بإشكال 23 مجموحة أقوم بإشكال 22 مجموحة إذا قوم بإشكال 22 مجموحة وإشكال 22 مجموحة وإشكال 28 مجموحة إذا أقوم بإشكال 22 مجموحة إشكال 22 مجموحة تسعة أفراد ونقوم بإصدار 10 أفراد هذا النشر أفراد لا يمكن أن نقوم بإصدار على 6 أفراد نقوم بإصدار مجموعة من 6 أفراد ونقوم بإصدار مجموعة 5 و7 أفراد نقوم بإصدار حل نقوم بإصدار 22 أفراد ونقوم بإصدار 24 أفراد ونقوم بإصدار 24 أفراد ونقوم بإصدار 42 أفراد أو 35 أفراد أو 30 أفراد فهنا الحل يحتاج إلى التفكير لأن أخدم معكم هذا التمرين إذن كي نعودين مسألة أخرى حتى هي قلت أنني رصائت أن أخدمها معكم نعم هي هذه المسألة رقم 2 نصغر أشتادي تامبغ لتامبغ يعني هم الطوابع البريدي شرات للطوابع البريدي لنمبر دو تامبغ لبلي بتي نمبر ديفيزيب ألاف واردو تخوى سينك سيس ناف اي ديس يعني عدد الطوابع اللي شرات يقبل القسمة أو لهو المضاعف المشترك الأصغر الذي يقبل القسمة في نفس الوقت على اثنان ثلاثة خمسة ستة تسعة وعشرة إذن أنا إلا بغيت تلقى الحل أشنو خسني ندير خسني نشوف قلب على مضاعفات جوج وثلاثة وخمسة وستة وتسعود وعشرة ونقلب على أشكونا هو المضاعف المشترك بينتهم صافي على جوج وثلاثة وخمسة وستة وتسعود وعشرة هذن كذي خسني ندير نقلب على مضاعفات نعم لكن كان طريقة مثلا تنشوف مثلا هذا العدد الذي عندنا هنا أشلقى مثلا عندي هنا عشرة العدد الذي يقبل القسمة على عشرة فهو بالضرورة يقبل القسمة على خمسة وعلى اثنان لماذا؟ لأن اثنان في خمسة تساوي عشرة ومضاعف عشرة هو مضاعف لخمسة ومضاعف لاثنان صافيه؟ والعدد الذي يقبل القسمة على تسعة فهو أو العدد الذي سيكون مضاعف لتسعة فهو سيكون بالضرورة مضاعف لثلاثة والمضاعف الذي سيكون ديال اثنان وديال ثلاثة بمعنى يقبل القسمة على اثنان وعلى ثلاثة فهو هذا الذي يقبل القسمة على ستة فهمتوا؟ بمعنى أن من هذا الكامل لماذا سنقلب على هذا؟ يكفي أن نقلب على تسعود وعشرة فقط نقلب على المضاعف المشارك هذا الذي يقبل القسمة على جوج وعلى ثلاثة وعلى خمسة وعلى ستة فهمتوا؟ ماذا سنقلب؟ سنقلب 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 90 90 90 9 70 90 90 90 90 90 90 90 90 TOP 90 90 70 90 90 مضاعف المشترك الأصغر لهم كامل إذن عدد الطوابع البريدية كالي لنمبر دي تامبر كي سرى أشتهى؟ سوف نقول له سرى أشتهى 80 دي تامبر 80 دي تامبر صافي شرات 90 تامبر نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا من خلال هذه الطبيقة التي قمنا بها اليوم وإلى الملتقى إن شاء الله وإلى درسين آخر يلا الله عنكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر